في الفترة اللي انت كنت راح فيها اسموح انت كنت رايب من نادي الزمالك انا ععرف ان انت كلمت في القصة دي كتير بس دلوقتي لو الامور كانت راجعة كنت هتروح نادي الزمالك وتكمل مع نادي الزمالك ولا هو الزمالك وقتها هو اللي ما كانتش يكمل معاك الطريق لا انا ما اخترتش لان انا ساعت اخترت الزمالك اخترت اصلا اه اه انا اخترت نادي الزمالك وصفرت انا حتى جيت اسكندريا ومشيت في نفس اليوم والموضوع كان بالنسبة لي منتهي بس شاءت الظروف أن كان في بعض ساعتها تغيير اللي هو اللجنة مؤقتة وكان حظي كان وحش يعني ساعتها بس أنا ساعتها كان قراري واضح أول ما جيت وحصلت كلام اتصال على طول من النادي على طول رحت وخلصت الدنيا وكنت اتفقت على كل حاجة وعنش أي مشكلة ليه زي مالك مرجعش في الفترة دي؟ راجل فري دلوقتي يا طبعا وزي مالك برضو كان بيدور على لعب في وسط الملعب لعب مدافع يعني يبقى سانن معاك محتش اتكلم معاك في الفترة ديت أنا يعني ممكن استريع اللي فرصة ان في لعب فري قدامي يا ولعب كنت انا عايزه أصلا كمان ده ما حصلش بس ممكن ينقسم الجزئين الجزء الأولاني أوكي وفري وكل حاجة بس مثلا بقالي فترة ما بلعبش وانا أشك مثلا في ده لسبب ان فيه أصلا ناس في ناس زمالك بلا فترة ما بتلعبش موجود فدي مفاش أي مشكلة الجزء الثاني لو بنتكلم عن ناحية القانونية ان النادي كان عنده إقاف وما قدرش يمضي العيبة والقصة دي كلها فكده كده ما كانش هيستفيد بحاجة يعني ده ممكن التفكيرين اللي أنا فكر فيه إنما كاتصال ما حصلش له خالص أتمنى 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 طيب نعم